لمناقشة أسبابي ودوافع استمرار إحراق الحقول الزراعية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالقادر النايل مرحبا بك دكتور عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام دكتور عبدالقادر بداية كيف تقرأ عودة إحراق الحقول الزراعية من جديد في هذا التوقيت؟ بالتأكيد عودة هذه الحرائق واستكمال لمنهج السلطات الحكومية في العراق وميليشياتها من رهن الاقتصاد العراقي بالكامل إلى إيران لأن إيران تعتمد بشكل واسع وكبير على العراق في تصدير منتجاته والخروج من أزمة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها وبالتالي أصبح العراق هو المنفذ الحقيقي لكسر هذا الحصار ولتوريد المال لصالح إيران بطريقة كبيرة وواسعة اليوم نتكلم عن تبادل تجاري وصل إلى عشرين مليار دولار وبالتالي الزراعة والمواد الغذائية هي باكورة هذه الأموال التي تذهب إلى إيران فلذلك تتعمد السلطات الحكومية في العراق على إطلاق يد الميليشيات بطريقة ممنهجة في إحراق المحاصيل الزراعية العراقية التي هي تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ومن غير دعم حكومي فهؤلاء الفلاحون يزرعون بجهودهم الذاتية وبالتالي أوصلوا العراق إلى الاكتفاء الذاتي لكن هذه القضية أزعجت الحكومة والميليشيات وإيران وبالتالي صدرت الأوامر المتعمدة في إحراق محاصيل الحنطة والشعير والمحاصيل الأخرى من أجل حقيقة أن يكون هناك اليأس لدى الفلاح العراقي في عملية الزراعة لأن العراق يستطيع أن يكتفي ذاتياً بالزراعة وبالتالي سيوفر مليارات الدولارات التي تعتمد على إيران من خلال تصديرها حتى قضية الحنطة التي إيران لا يمكن لها أن تغطي حاجة العراق فهي تشتريها من أسواق أوروبية ثم تبيعها إلى العراق بسعر أعلى لذلك حقيقة القضية واضحة تماماً أصبحت للشارع العراقي وللمزارع العراقي وبالتالي أصبح رهن الاقتصاد العراقي لصالح إيران واجب حكومي وبالتالي هي خيانة وطنية للعراق ولأهل العراق كما هو معلوم أن الزراعة لا تقل شأن عن النفط لماذا تغيب الخطط الحكومية لحماية المحاصيل أو الحقول الزراعية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني يعني أليست الزراعة أيضاً كالنفط؟ أولاً الزراعة العراقيون استطاعوا في تجربة حصار الواحد وتسعين الخانق والكبير على العراق أن يوفروا موادهم الغذائية من خلال الاعتماد على الزراعة بطريقة واضحة ثانياً أن الزراعة في العراق تتنوع ما بين المواد الأساسية والمواد الثانوية الخضار والفواكه وبالتالي العراق يستطيع اكتفاءاً ذاتياً ويستطيع تصدير هذه القضية لتكون له مربحاً مالياً لأنه لديه نهران دجلة والفرات ولديه أرض خصبة واسعة في جميع المحافظات العراقية وبالتالي يمكن للعائل العراقية والفلاع العراقي أن يعتمد على نفسه الحكومة لا تريد أصلاً أن تحمي هذه القضية وبالتالي الحكومة هي مشاركة في عملية هدر المال العراقي من خلال عدم الاستفادة من الزراعة أو دعمها نتكلم عن سبعة عشر عاماً ما الذي قدمته الحكومة للفلاح نتكلم عن أرقام الفلاح لا يستطيع تسويق منتجاته إلى الحكومة والحكومة تتعمد عدم شرائها فضلاً عن ما يجري الآن من تعمد من إحراق ومن غيره نتكلم عن مزارعين يرمون الفضار في الشوارع رأينا في البصرة وفي صلاح الدين وفي مناطق أخرى لعدم سماح الحكومة وسيطراتها الحكومية من وصول سيارات الفلاحين إلى المراكز العلوى الرئيسية لبيعها للمواطنين لذلك الحكومة تشارك في عملية جريمة إخفاء الزراعة والاعتماد عليها بطريقة واضحة وهي تريد الاعتماد على الاقتصاد الإيراني وهذه ليست فقط الزراعة نتكلم عن خمسة عشر ألف مصنعاً إلى هذه اللحظة هو مغلق وبالتالي يمكن أن يوفر خمسمائة ألف وظيفة للعراقيين بما معنى أن انتشال خمسمائة ألف عائلة عراقية توفر لديها أقل تقدير شخصاً موظفاً يمكن أن يجني مال ومن دون الاعتماد على المال العراقي بطريقة لأن المصانح هي منتجة وموفرة للوظائف ومربحة طيب دكتور عبدالقادر هناك مطالبات إيرانية بفتح الحدود مع العراق وهناك ضغوط من شركاء العملية السياسية بفتح هذه الحدود وعدم إغلاقها يعني على العكس من باقي الدول المجاورة للعراق على عكس السعودية الأردن كذلك تركيا يعني الأمر أصبح طبيعياً إغلاق الحدود بسبب هذه الجائحة والظروف الخطيرة التي تمر بها أو يمر بها العالم أجمع هذه المطالبات الإيرانية بفتح الحدود واستمرارها مفتوحة مع العراق لها علاقة بإحراق الحقول الزراعية لسيما المحاصيل المهمة جداً والتي تعتبر قلب الاقتصاد كالحنطة والأرز والشعير من المؤكد تماماً لها علاقة مباشرة لأن إيران هي من أصدرت أوامر لهذه الميليشيات بحرق المحاصيل الزراعية واليوم نتكلم عن 46 ألف دونم تم إحراقه هناك أرقام وهناك مناطق حقيقة لم يرصدها الإعلام وبالتالي أحرقت هذه المزارع لذلك والحريق مستمر حقيقة هذه الجريمة لأن الجاني هو محتمي بهذه السلطات الحكومية وينفذ توجيهات إيران لذلك فتح الحدود له علاقة مباشرة بحرق هذه المحاصيل من أجل أن تذهب إيران باتجاه تصدير بضائعها بطريقة أكبر لأنهم حقيقة كانوا يتوقعون أن يصل التبادل التجاري لإيران في عام 2020 إلى 30 مليار لذلك إيران تدفع للمحافظة على المبلغ الأساسي وهو 20 مليار ولذلك رأينا عادل عبد المهدي عندما استلم من الولايات المتحدة الأمريكية إذناً بتمديد الاستيراد للطاقة من إيران لشهر آخر حقيقة بالمباشر أرسل كتاباً رسمياً إلى البنك الدولي المركزي في العالم من أجل استقراض 3 مليار لتزديد ديون العراق لإيران إذن إيران تريد فتح الحدود بطريقة واضحة السلطات الحكومية لا تأبى للمواطن العراقي بالمطلق لأنها تريد رهن الاقتصاد العراقي لصالح إيران وهي تبحث عن مصالح إيران داخل العراق بدليل أن جل الإصابات كلها جاءت من إيران لم تراعي هذه القضية إلى هذه اللحظة يعني بالأمس القريب وهذا اليوم لماذا الأمس القريب وصل عدد المصابين بكورونا 91 إصابة منها 35 في البصرة بسبب شخص كان موجود في إيران ودخل الحدود وثانياً نقولها بصراحة ما الذي قال أن الحدود العراقية الإيرانية مغلقة لا يوجد هناك أي إغلاق لهذه الحدود بالمطلق نعم هناك مطالبات إيرانية بإبقائها مفتوحة إلى الآن وهناك أيضاً من شركاء العملية السياسية من يضغط بهذا الاتجاه وعدم إغلاق الحدود يعني نتساءل ما هي الأطراف المستفيدة من تسيد إيران على المشهد الاقتصادي في العراق ذكرت أن هناك مبادلات تجارية أو استفادة إيرانية بعشرين مليون دولار من العراق العراق بلد نفطي وكذلك بلد استهلاكي يعتمد بشكل كبير على استهلاك السلع والبضائع الإيرانية التي أغرقت السوق هل هناك أطراف داخلية مستفيدة من تسيد إيران المشهد الاقتصادي في العراق؟ من المؤكد تماماً أن العشرين مليار وليس مليوناً هي الفائدة الحقيقية التي تجنيها إيران من العراق فضل عن التهريب المخدرات وما إلى ذلك من الأمور الأخرى الميليشيات الحشد الشعب الموالية لإيران وبعض الأطراف السياسية كتيار الحكمة وكحزب الدعوة وكذلك حزب الفضيلة هؤلاء حقيقة يسيطرون على السوق العراقية من خلال أنهم هم المقاولين الثانويين الذين ترسوا عليهم عملية تزويد السلع للسواق العراقية عبر إيران لذلك هؤلاء حقيقة يتربحون أيضاً مالياً من خلال التجار المرتبطين والمكاتب الاقتصادية المرتبطين بهم لذلك هم يأخذون البضاعة الإيرانية من أجل أن يتربحون ولذلك أيضاً هم يوالون إيران بطريقة واضحة على حساب العراق فهؤلاء حقيقة لديهم مشروعان المشروع الأول أنهم يريدون أن يكون إيران هي صاحبة يد الطولة في المنطقة الاقتصادية من خلال العراق وبالتالي الاعتماد الكل على البضاعة الإيرانية وليتها بضاعة جيدة كلها بضاعة فاسدة حتى أن هناك علاقة مباشرة مع الأمراض الكبيرة التي يصاب بها العراقيون كالسرطانات وغيرها لذلك حقيقة هذه الأطراف الداخلية تعتمد على أن ولاؤها لإيران وتنفذ الأجندات الإيرانية في سبيل دعمها وبقائها في السلطة وثانياً أنهم يتربحون مالياً لأنهم حقيقة يسيطرون على السوق وتجارهم ومكاتب الاقتصادية هم الذين يسيطرون على السوق إذا كان هناك فلاحاً أو مجموعة فلاحين عراقيون يمكن أن يذهبون باتجاه جلب بضاء إلى داخل السوق بالتالي سيكونون منافسين لذلك هم يعتمدون على عملية إذاء الفلاح العراقي على حرق محاصرها على عدم سماع هذه المحاصين بالدخول إلى المراكز الرئيسية للبيع من خلالها إلى المحافظات الأخرى لذلك حقيقة هم يعتمدون على الدفع باتجاه رهل الاقتصاد العراقي لصالح إيران ويريدون فتح الأبواب المشرعة لإيران ولذلك رأيت إيران تريد أيضاً استيناف الزيارات الدينية بطريقة مجة وبعدم حياة أنهم يقررون استيناف الرحلات الدينية دون أن يكون هناك قرار عراقي أو حتى لهذه الحكومة لذر الرماد في العيون لكن يعني يريدون أن يوصلون الرسالة أنهم هم أصحاب القرار المتحكمين بالمشهد العراقي والآخرين هم تبعية لهم فقط يسترزقون أموالاً ويستفيدون أموالاً على حساب دماء واقتصاد وصحة الشعب العراقي بالكامل الأستاذ عبدالقادراني للكاتب والمحلل السياسي كنت مع نائب راسكاك بن عمان شكراً لزيلة لك